وكنا عايزين تبقى تعرفينا وتعرفي المشاهدين إيه هي الرياضة اليوجا أصلا؟ اليوجا أصولها من الهند هي زي فلسفة فهي فيها عمق معنى الكلمة هي الوحدة أو الاتحاد فإحنا بنشتغل على كذا مستوى الجسد، الروح، العقل فكأني عايزة أوصل لمرحول التوازن وتناغم ما بين كل الثلاث حاجات دي عظيم جدا طيب أنا أعرف أن اليوجا أنواع مختلفة يعني ممكن تكلمين على الأنواع كده باختصار وإيه الفرق بين كل نوع ونوع هو أكتر نوع منتشر ناس بتلعبه اسمه هاسا يوجا ده معتمد على الأوضاع الجسدية اللي احنا بنعملها ففي الهاسا هي فيها كذا نوع جواها في حرقات بتكون سريعة وحرقات بسيئة إيقاع بسيئة حلو جدا ففي نوع اسمه فينياسا أشتنجا دي أنواع بتكون الإيقاع بتاعها سريع حرقة طول الوقت وفي أنواع تانية اللي هاسا نفسها بتكون أبطأ شوية يعني إيقاع وسط وإيان يوجا هي بطيئة جدا يعني يمكن الواحد بيعمل ستريتشنج في الوضع لمدة 3 دقيقة وأغلبها على الأرض فبتبقى معتمدة على الراحة أكتر لو حد يومه طويل إنه هو يبقى في حاجة في الآخر يعني نقدر نقول مثلا لو إحنا عايزين نتخلص من التوتر والقلق يتبقى اسم اليوجا إيه؟ انت ذكرت حاجة كمي؟ وعايزة مثلا أعمل تحسين المرونة وتحسين النوم وتحسين التركيز كمان وتقوية العضلات كل حاجة بقى عشان كده أقولك واحدة واحدة يعني كل حاجة بيبقى ليها يوجا تانية ليها تمرين مختلف عن التاني؟ هي كل الأنواع هتخدم ده بس حسب كل شخص عشان كده فيه أنواع مختلفة بس الجوهر إن في الآخر نومي هيتحسن هحسني مرتاحة لتوتر قل بس لو أنا زي ما قلت كده يومي سريع يقعه سريع ما فيش وقت بافصل فيه هحتاج نوع هادي شوية لو أصلا يومي هادي ومش بتحرك لازم أعمل حركة علشان أزوق شوية الطاقة بتاعتي والحيوية بتاعتي فإحنا محتاجين في الآخر نوصل للتوازن فإيه المناسب لكل شخص إنه يتزن حسب بقى أسلوب حياته فبيختار في الآخر الحاجة اللي هتكون هتساعده ده مناسبة أو اللي هو محتاجها أصلا وفيه نوع اسمه يوجا سيربي ده بيبقى مخصص فعلا لو حد عنده مشكلة معينة ومحتاج يشتغل عليها واجعة في ظهره ومرض معين إصابة معينة دي بتبقى حالات خاصة محتاجة تركيز معين أنا ببعرف كمان فيه مرضى القلب ليهم برضو بتبقى اليوجا كويسة ليهم صح؟ لكل الناس يعني يعرفة ما بيش حد اليوجا مش كويسة ليه اشتركوا في القناة